قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معاً في مؤتمر صحفي إن الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن إلقاء القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء ويذكر أن عبوة الناسفة انفجرت الجمعة الماضية داخل عجلة قرب أحد مداخل المحافظة ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني وفي سياق منفصل أشار معاً إلى أنه تم إلقاء القبض على عصابة اختطاف أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة في بابل